اشتركوا في القناة المرحلة العمرية المهمة جدا لازم نعرف يا جماعة اللي المرحلة دي مهمة قوي عشان احنا بالبلد كده يعتبر بنحفر بعمق اسماءنا ومواقفنا في ذاكرة الطفل وخلي بالكم من الترتيب ده اللي الطفل يعتبر مؤلف من جسد بالترتيب وروح ونفس وعقل والترتيب ده مقصود عشان نراعي تربية الطفل عشان الكليات دي خاصة في النظام التعليمي اللي قبل ست سنين من عمره بتشكل النموذج الشخصي للطفل اللي احنا بنسميه هيكل شخصية الطفل واللي من خلاله هتبدأ تظهر بعد كده في الدنيا وفي تعاملاته الحياتية ومن الصعب جدا اللي لم يكن يعني من الاستحالة اللي احنا نقدر نغير شخصية الطفل بعد هذه الفترة وبنأكد تاني بالنسبة للوالدين ويعني احنا بنصرخ الطفل لا ما بيفهمش ده غلط الطفل هينسى ده غلط المرحلة دي الطفل ما بينساش فيها ممكن يتظاهر اللي هو يعني خلاص نسي الموقف لكن هو ما بينساش اي موقف والطفل بيبقى فاهم اكتر من احنا نتخيل لذلك لازم الواحد يعتني جدا بالطفل في المرحلة دي ويعني نغازي على الحب اللي مشروط والاحترام لشخصه والتقدير اللي موهبته ايا كانت وطبعا كل ده وفق ضوابط المنطق والعقل والواقع بالنسبة للطفل اللي هو يعتبر من عمر سنتين لخمس سنين بيتميز بالقاتي رقم واحد صراخ الطفل في سن 3 سنين من الممكن اللي يكون اعلى من ضجيج مطعم في حوالي 200-300 فرد معدل الاسئلة اللي بيسألها طفل عنده حوالي 4 سنين ممكن توصل لحوالي 300 سؤال في اليوم من غيره لا يمل ولا يتعب الطفل في السن ده ممكن يفضل يعني يمشي حوالي 150 خطوة في الدقيقة ونخلي بالن يا جماعة اللي المرحلة العمرية دي بتبقى اكتر مرحلة الطفل معرض فيها لقدر الله لأي كسر او جروح او كسور لذلك يعني لازم عشان بيبقى عنده طبعا فضول كتير جدا الطفل في المرحلة دي لو مثلا طلبنا منه اللي هو يستخب في اي مكان بعيس ما حدش يشوفه كل اللي هيقدر يعمله اللي هو يحط حاجة على عينيه او يغمد عينيه لانه ببساطة ومن منطلق يعني منطقه اللي طالما هو مش شايف حد يبقى بالتالي مفيش حد شايفه وطبعا رغم الموضوع يبدو للبعض بسيط الا انه خطير جدا جدا والمرحلة دي للأسف الطفل ما عندوش يعني منطق خالص وبالتالي في المرحلة دي ممكن يتفرج بقى على السوبرمان والحاجات اللي هي الكارتون دي فيحاول يقلدها فلذلك لابد من الرقابة في هذه الفترة والمرحلة العمرية الطفل لما بيوصل لتلات سنين بيبقى عنده القدرة على استخدام ايدين لتنين بمنتهى المهارة زي بعض وبعد تلات سنين بيبدأ بقى يعني بيباني ان كان هو بقى يعني ايمن او ايصر فبيستخدم ايد اكتر من ايد بحوالي 80 او 85% الطفل من سن تلات سنين بتبدأ ذاكرة الحفظ والذكريات والاحداث بتبدأ فعليا في السن دا اللي هو سن تلات سنين لذلك يا جماعة دايما بنقول النقطة دي من سن تلات سنين لازم الطفل نبدأ نعلمه الكراءة الحساب الاركام حفظ الكتاب الله الكرآن الكريم الناس اللي بتستغرب يقولك ازاي بقى ثلات سنين طب لما حتى يوصل لخمس سنين لا دا علميا هيبقى افضل سن ليه ومش هينسى طبعا في السن دا الطفل ما بيهتمش بلبسه اي حاجة يلبسها مش هيعترض ما يعرفش يعني ايه موضة وممكن يلبس فستان يلبس اي قريص على اي يعني ما فيش اي مشكلة بالنسبة له في عملية اللبس اتمنى جماعتكم الحلقة عجبتكم ما ننساش الاشتراك في القناة ولايك او ديسلايك وبرضو منتظر رأيكم ودي الحلقة التانية وان شاء الله لسه مزيد من الحلقات لانها سلسلة كبيرة جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا